موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم والبداية من صحيفة الشرق الأوسط حيث نشرت مقالة لطارق الحميد بعنوان إنصافا للثورة السورية جاء فيه نعم هناك كراهية حقيقية لتطرف والإرهاب في المنطقة لكن هناك أيضا صورة ظالمة ومشوهة رسمت عمدا للثورة السورية وبفعل فاعل ومنذ اندلاع الثورة التي تستحق حقا وصف ثورة من بين كل ما حدث بمنطقتنا فقد ظلمت الثورة السورية مبكرا من قبل بعض المثقفين العرب الذين طاغى لديهم الحس الطائفي على البعد الثقافي وتجلى ذلك في لبنان وخصوصا بين المسيحيين والشيعة وإن كان بعضهم قد عدل بعد ذلك نظرا لحجم الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد لكن العالمين ببواطن الأمور يعون جيدا حجم التحرك المسيحي الشيعي اللبناني في واشنطن أو إلى الثورة للقول بأن ما يحدث بسوريا حرب أهلية وحتى قبل داعش وغيرها وكان يفترض على من يخشى التطرف السنية في المنطقة أن يرفض التطرف الشيعية كذلك خصوصا أن الميليشيات الشيعية المتطرفة في العراق اليوم تفوق كل تنظيم إرهابي سني بالمنطقة وبينما تتم مطاردة متطرفي سنة في كل مكان نجد أن متطرفي الشيعات في العراق ولبنان يسرحون ويمرحون ويحظون برعاية عراقية وذلال إيراني ويكفي فقط تأمل جرائم حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية في سوريا كما ظلمت الثورة السورية أيضا من قبل الإخوان المسلمين ولعدة مرات الأولى منها كانت في مصر فترة حكم الإخوان حيث كان من مصلحة الإخوان الفرز بينما هو إخواني وبينما هو وهابي وليس سلفيا لأن الإخوان سلفيون أصلا ولا يوجد أساس لتسمية الوهابية لكن إخوان مصر كانوا يستفيدون من ذلك للقول للغرب والمصريين وخصوصا جماعات الشباب التي لا تتمتع بأي عمق سياسي بأن الإخوان أكثر انفتاحا من السلفيين المحسوبين على الوهابية أي السعودية وذلك لابتزاز حزب النوري من ناحية ومغازلة الغرب كما لعب إخوان مصر على ورقة عدم التدخل الأجنبي في سوريا ويوم لم يكن مطلوبا أصلا ثم انقلبوا أواخر حكم مرسي داعين للجهاد وذلك للعب على ورقة القوميين المصريين ومن أجل عدم إغضاب إيران حينها لأنهم كانوا يستخدمونها كورقة ابتزاز مالية للسعودية ولم تقف خطيئة الإخوان عند هذا الحد والحدث هنا عن الجماعة الأم حيث قرر الإخوان اختطاف الثورات السورية وعلى غرار ما فعلوا بمصر وتونس وليبيا واختاروا لذلك قطر كحليف مالي وتركيا كحليف سياسي مما أفزع كثيرا وجاءت كل تلك الأخطاء الحمقاء متزامنة مع انطلاق التحرك الإيراني للترويج لخطورة قصة التكفيريين والمتطرفين في سوريا وحدث كل ذلك مع اندفاع سياسي جاهل من قبل بعض دعاة الإخوان في السعودية والخليج لتحريض على الجهاد في سوريا ووسط تقاعس دولي عن دعم الجيش الحر وعليه فإن الثورة السورية ثورة صادقة تكالب عليها أسوأ ذئاب المنطقة من إيران والإخوان والمفروض إنصافها بالدعم وكشف تجار الموت والدمار وليس طعن السوريين من الخلف فالأسد ومن يدعمونه هم الوجه الآخر للقاعدة بل وأسوأ نواصل مشاهدنا الكرام مع وكالة أنباء الأناضول التي نشرت مقالا بمناسبة عيد الأم في تركيا بعنوان آلم وأمال الأمهات السورية في عيد الأم التركي جاء فيه عيد آخر للأم يعود على الأمهات السورية في تركيا التي تحتفل به في ثاني أحد من شهر أيار كل عام وهن بين ألم فراق الزوج والولد والأهل وأمل العودة إلى وطن تكون فيه الحرب قد وضعت أوزارها وعادت لكل إنسان كرامته فيكون السوريون على موعد مع عيد الأم في الواحد والعشرين من آذار كما كانوا يحتفلون به ومع أن السلطات التركية لا تدخر جهدا لخلق أجواء احتفالية في مثل هذه الأيام سعيا للتخفيف عن اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات إلا أن فداحة المأساة الحاصلة في سوريا والتي لم تغادر أحدا من السوريين دون أن تسلبه قريبا أو عزيزا تحول دون استمتاع اللاجئين بهذه الأجواء إحدى اللاجئات السوريات التي تقيم في مخيم أقج قلعة للاجئين السوريين في ولاية شانلي أورفاج روبا تركيا غادرت سوريا برفقة أولادها العشرة بعد أن قصف منزلها من قبل قوات النظام السوري تقول عيد الأم لا يعني لها شيئا في ظل بعدها عن والدتها التي بقيت في الداخل بدورها قالت قمر عيسى لاجئة في نفس المخيم أن الناس في المخيم يعيشون كعائلة واحدة والسلطات تحيي الأيام الخاصة وتقدم الهدايا في المناسبات الأمر الذي قد يعيدهم نوعا ما إلى أجواء مماثلة كانوا يحتفلون بها في بلادهم أما فاطمة غانم التي فقدت بكرها البالغة 23 عاما في إحدى هجمات قوات النظام السوري فكانت أكثر تشاؤم وترى أن الأيام الخاصة لم تعد تختلف كثيرا عن باقي الأيام مضيفة لقد أعمل الصراع في أنفسنا الكثير لسيما النساء وتشير آخر تقارير إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن عدد اللاجئين السوريين في المخيمات بلغ حتى ثلاث من نسان الماضي 220 ألفا ومئة لاجئ سوري يقيمون في 16 مخيما وست مجمعات للمساكن الجاهزة تتوزع في عشر ولايات تركية ننتقل الآن إلى موقع هابرلار الإلكتروني التركي الذي نشر موضوعا بعنوان معارضنا لبشار الأسد يلاحقونه إلكترونيا في صفحة حملته الانتخابية جافي لم يتمكن معارض الرئيس السوري بشار الأسد من ملاحقته قضائيا حتى الآن بسبب وقوف قوة دولية خلفه لكن بعضهم وبسهولة تمكنوا من ملاحقته إلكترونيا من خلال صفحة حملته الانتخابية الرئاسية والتي تحمل عنوان سوا الصفحة رغم أنها أطلقت أمس لدعم بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية إلا أنها لم تخل من عشرات التعليقات المناهضة له واستفيد من التعليقات المؤيدة قال عنها عضو بارز في الاتلاف السوري المعارض أنها صنيعة الجيش الإلكتروني أبو يوسف القلموني قال في تعليق كتبه على الصفحة انتخبوا قاتل الأطفال في إشارة لبشار الأسد بينما تضرع أحمد أبو صالح لله أن ينتقم منه قائلا الله ينتقم من كل طاغ يدمر سوريا هذا الظالم بشار وبدت تعليقات أبو صالح والقلموني وغيرهم قليلة مقارنة بالتعليقات المؤيدة التي طالبته بالقضاء على الإرهاب في إشارة إلى قوات الجيش السوري الحر غير أن هشام مروى عضو اللجنة القانونية بالإئتلاف السوري قال كانت هناك مئات التعليقات الأخرى المناهضة طول بشار لكنها حذفت وأضاف كل التعليقات التي تخاطب الناس بالعقل والمنطق حذفت مشيرا إلى أنه قرأ بنفسه تعليقا يتساءل صاحبه ولماذا أنتخب بشار وهو لم يحسن إدارة الأزمة منذ بدء الثورة السورية وصار الحال على ما هو عليه الآن غير أن هذا التعليق تم حذفه بعد دقيقتين من وجوده على الصفحة بحسب مروى ووصل عدد المنضمين لصفحة حملة بشار أكثر من 79 ألف شخص وهو عدد كبير قياسا بأن الصفحة تم تدشينها أمس وهو ما يفسره مروى بوجود ما سمه بالجيش الإلكتروني لبشار وهم وظفون حكوميون مهمتهم دعم هذه الصفحة وغيرها من الصفحات لتوصيل رسائل وانطباعات مزيفة عن الوضع في سوريا وفي المقابل وصف مروى الصفحة المناوئة لبشار بأنها تعكس حقيقة الوضع في سوريا وأشر في هذا الإطار لصفحة انتخابات الدم والتي أطلقت يوم الثامن من أيار الجاري وتجاوز عدد أعضائها 28 ألفا وتحتوي صفحة سوى على صور لبشار الأسد عليها اسم الصفحة إلى جانب رسالة وجهها اليوم للسوريين عبر الصفحة طالبهم فيها بالامتناع عن الإنفاق ببذغ في دعم حملته الانتخابية مراعاة لمشاعر أسر الشهداء وفي المقابل سيطرت صور القتلى من الأطفال على صفحة انتخابات الدم إلى جانب تعليقات تصف السلطة الحالية بأنها سلطة احتلال وأن الاحتلال لا يجري انتخابات على حد قولهم وبدأت صباح الأحد الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة لمنصب رئيس سوريا في الانتخابات المقرر عقدها في الثالث من حزيران المقبل وذلك بعد يوم واحد من إعلان المحكمة الدستورية العليا القائمة النهائية لأسماء المرشحين والتي تضم إلى جانب بشار الأسد ماهر حجر وحسان النوري وهما من المعارضة المقبولة من النظام مشاهدين الكرام نواصل مع موقع كلنا شركاء حيث نشر مقالا لحبيب صالح بعنوان العلوية السياسية جاء فيه ليس أشد بؤسا وسوءا من علمانيا لبراليا متشيئ خرج وأخرج غيره وجيله من دعا والمهاترات والإشكاليات والخلفية الإشكالية لتفسير صراع غير طائفي كما فعل صادق جلال العظم عندما كتب في العلوية السياسية هذا الطرح طرح جهلي ثقافي أشد جهلا من الحديث عن الشيعية السياسية الولي الفقيه عند الشيعة هو قائد الجيش الأعلى والمحكمة الدستورية العليا ورئيس جميع السلطات ليس عند العلويين مرجع ديني وأنا أعرف من غيري الأسديون ضغمة عسكرية لا يرأس فيها رئيس الجمهورية الطائفة العلوية نعم إنه يختزلها ويركبها ويستخدمها لكن ليس مرجعا دينيا ولا هو رئيس الطائفة الشرعي ولا مكانت دينية له عند العلويين وأنا أتحدث فقهيا بشار الأسد صنع وأبوه ومن قبله إسلامية سياسية ولزال مشايخ جميع الطوائف والكنائس أحذية عند بشار الأسد وأولهم مفتو الطوائف وشيوخ العقل وبطاركة الكنائس وإذا كان بشار الأسد وأبوه من قبله يركب طائفة العلوية وهذا صحيح جدا ومدمر جدا واستبدادي جدا واقصائي جدا فهو في ذات الوقت ركب وأبوه أشرف الطوائف الأخرى ولا زال يركبها وتتشكل من الجميع هيئة شرعانة النظام واستمراره وليس لعشرة بالمئة من المجوس أو الإرهابيين من الطائفة أن يديموا نظاما خمسين سنة إذن لكان الإسلام والمسيحية أديانا خاوية من عقائد الجهاد والرفض والتوحيد وتقويم الظلم والظالم العلويون ارتهنوا للنظام لكونه قد نشأ طائفيا وعسكريا من بينهم فما عذر الطوائف الأخرى الذنب ذنب الجميع والجرم جرم الجميع إذا كان آل الأسد فعل كل هذا من عام 1982 في كل سوريا فذنب الآخرين كان الشرعنة والصمت والشراكة ثقافة التزوير الليبرالي المتعفن التي أعادت الكثير إلى كينونتهم من جميع الطوائف وخاصة المثقفين والنخبويين والمترفين عادت هي أيضا أدونيس وفاتح جاموس وعارف دليلة وحبيب عيسى ومنذر خدام ولؤي حسين وبقية المارقين إلى كينونتهم فليخرس صادق جلال العظم وليتوقف عن إرهاصاته يا غسان مفلح العلويون قتلوا الشجرة والحجر كمارقين ومماليك وظاهرة متفشية خارج زمان الوطن وسيرته وأسفاره وليس كطائفة وبالتالي فالحديث فقهيا وسياسيا ومرجعيا عن العلوية السياسية هي هرقطة وترف ثقفي مقيت تحدثوا عن البعث الذي جاء بآل الأسد تحدثوا عن العسكرة التي جاءت بهم تحدثوا عن لعبة الأمم تحدثوا عن المخابرات العالمية تحدثوا عن التحالفات الخليجية والمصرية والإيرانية والأوروبية والأمريكية تحديدا ولا تخجلوا من عيشكم في أوروبا لأن لا يعتبى عليكم أحد أما أن ترهصوا في العلوية السياسية فهذا منتهى الهرقطة والتضليل ومواكبة الموجة وتهجيل الثقافي والفكر السياسي حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في صحيفة عينب بلدي حيث نشرت مقالا لأحمد الشامي بعنوان وتتوالى الهزائم قال فيه يدل الكثيرون بدلوهم في شأن كيف كان ممكنا تلا في كارثة سقوط حمص وقبلها القصير ويبرود ما نستطيع قوله هو أن الأسد ينتصر عسكريا بفضل تخطيط ومساعدة أصدقائه وبسبب تخاذرنا وخمول أصدقائنا هذا ليس تثبيطا للهمم لكنه استقراء للواقع فالحرب ليست مهنة من لا عمل له وجنرالات إيران لا يجدون في مواجهتهم سوى حرافيين ومقاتلين غير مدربين وغير محترفين لا يملكون سوى القليل من السلاح وإرادتهم ولكن هذا لا يكفي لا للصمود ولا للنصر الحرب تحتاج لمختصين ولعسكريين وتحتاج لتنظيم وإدارة وموارد لم نجهد لتوفيرها ويظن بها علينا يظن بها علينا من يدعون أنهم أصدقاؤنا وهم لا يختلفون كثيرا عن أعدائنا لكن هل فعلنا ما يجب علينا فعله قبل أن نتوسل العون من الخارج الذي لا يبالي بنا لماذا يهب أصدقاء سوريا لنجدة حمص في حين يغط جيش علوش وأمثاله في نوم عميق وتتبار الكتائب في السلب والنهب ماذا ننتظر حين يصبح نجار الباطن قائدة كتيبة ويبحث الضابط المحترف عن عمل في مجال البناء ماذا نتوقع حين يكون المتعهد خريج كلية الشريعة ومن لا خبرة عسكرية لديه قائدا لجيش في حين يتسكع الضباط في المخيمات لقد عودنا نظام الأسد على الحروب الاستعراضية مع العدو الإسرائيلي لكن الحرب الحقيقية والوحيدة هي تلك التي يشنها نظام لاحتلال الأسد الإيراني على سنة سوريا بهدف إبادتهم وتهجرهم في الحروب هناك منتصر يحظى بكل شيء وخاسر لا يبقى لديه شيء وفي الحروب المحظوظ هو من يختار طريق موته فالأصل في الحرب هو الموت موت العدو أو الشهادة ولا شيء آخر كيف ننتصر ونحن نستورد الاستشهاديين ونصدر المهاجرين ليموتوا فارينا في الزوارق كيف لنا أن نواجه إمبراطوريات الشر من الشرق والغرب حين نوكل أمورنا لمن هو شبه أمي ونزدر المثقف والمتعلم كيف نتوقع من العالم أن يساعدنا ونحن ندافع عن جبهة النصر الخاضعة للظواهر ويريد بعضنا إقامة دولة طالبانية في شرق المتوسط الحرب ليست أمرا غيبيا ينفع فيه الدعاء والتقوى فقط بل هي أمر دنيوي يخضع لقواعد منطقية من لا يدركها عليه أن يتوقع الهزيمة تل والأخرى نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت مجلة أكسجين مقالة لسهير أوماري بعنوان ماذا بعد حمص؟ قالت فيه يتفاوت السوريون اليوم في ردود أفعالهم إذا أخرج الثوار من حمص ما بين بحبط يائس يرى ألا سبيل للنصر وما من أمل بعد اليوم وبأن الثورة قد انتهت وهزائمنا تتوالى ولن تتوقف فيلقي باللوم على أبطال حمص ويتهمهم بتسليمها دون تقدير لعظيم جهادهم وصبرهم الذي تعدى الستمائة يوم وهم تحت النار وخذلان أمم الأرض لهم بما فيهم نحن فيأخذ بنشر عبارات اليأس والإحباط وبث دعوات القعود والعودة عما نحن فيه إذ لا فائدة بعد اليوم من أي جهد أو عمل في المقابل مستغرق في أحلام اليقظة مدعي للنصر والغلبة يؤول النصر ويفسر معناه تارة بخروج ثوار من حمصة سالمين وبضرار نظام أن يحملهم بباصاته ووقوفه عاجزا عن الاقتراب من ضفر واحد منهم وتارة بأمور أخرى يؤكد من خلالها أننا وإن خرجنا من حمص لكننا فعلا منتصرون إلى جانب موقن بأن ما حدث هو خطوة على طريق نصر قادم لا محالة وذلك ثقة بالله بأنه ينصر عباده المؤمنين ويدافع عنهم ولأنه سبحانه ينصر الحق وأهله وبأنه لن يضيع تضحيات شعبنا فيأخذ بإطلاق عبارات الافتخار بقوتنا وبتأييد الله ونصره الذي سيكلل عما قريب هاماتنا وبأننا لا شك عائدون وإلى حمصنا راجعون فأما اليائسنا المحبطون فما من شيء بوسعهم فعله ما من عجلة للنصر يمكنهم دفعها بحال من الأحوال نهيك عما يشيعونه حولهم من استهزاء ببطولة أبطال حمص التي لو وزنت بوصبر الجبال وثباتها لغلبتها بالإضافة لما ينشرونه من أجواء الإحباط وجر غيرهم لليأس والقنوط وبالتالي التراجع والقعود مما يجعلنا نغل في الهزيمة أكثر ونستقدمها قبل أن تكون لقدر الله واقعا يلف أرضنا السورية بأكملها وأما الواهمون الغارقون في أحلام النصر الذي وبرأيهم كامن تحت أقدام أبطالنا يحل معهم أينما حلوا وكيفما ارتحلوا حتى وإن كان ذلك خروجا أو انسحابا سائرين بذلك على خطى الجيش الممانع الذي حطم أسطورة الجيش الذي لا يقر في حرب تشرين التحريرية المزعومة وعلى هذا ما من شيء يمكن لهؤلاء أن يقدمه لمسيرة الثورة أو لجعل النصر الحقيقي قريب المنال الواثقون من نصر الله المرددون عبارات العودة والرجوع الأكيد لن تكون أمالهم وظنهم الحسن بنصر الله أكبر من محض أحلام ما لم يكن مرفقا بحال وأسباب تستوجب النصر ومن ثم أتوكل على الله فالثقة بالنصر تستوجب العمل وتحمل المسؤولية دون عبارات طنانة لا تكاد تساوي وزن حروفها فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عندما خرجوا من مكة مهاجرين وقد أهدرت دماؤهم لم يجلسوا في المدينة المنورة يتغنون بالنصر القادم ولا يرددون في الصباح والمساء أيها المشركون إننا قادمون وإلى مكة نحن عائدون ولكنهم في الوقت نفسه لم يتوقفوا ساعة من نهار عن العمل لهذا اليوم واتخاذ الأسباب له حتى كان الفتح المبين وعادوا إلى مكة منتصرين الثقة بالنصر تستوجب تقييما صحيحا لما نحن عليه وتعلم الدروس مما مرى بنا واعطاء أبطال حمص حقه من التكريم والاعتراف بالفضل والوقوف وقفة صدق مع أنفسنا نعرف فيها أن كل واحد منا كان له سهم فيما جرى إن لم يكن بفعل مباشر يكفي أن يكون بحال هو عليها من قعود أو تخاذل أو إصرار على سوء يتصف به في أفعاله وأخلاقه يجعل النصر يبتعد أكثر فأكثر اليوم لن نقترب من النصر مقدار أنملة حتى نسأل أنفسنا ماذا بعد حمص ثم نجيب على السؤال متحملنا كامل مسؤولياتنا تجاه ما حدث وضعنا نصب أعيننا أن شيئا في الدنيا لن يثنينا عن هدف إسقاط النظام وبناء سوريا الحرة كل في مكانه وبحسب قدرته واستطاعته إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لكم لحسن مسابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله تمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر